اهلا بكم مشاهدين الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين ورشة عمل في بيروت العمل غير المهيكل أبرز أسباب الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل العربية برغم معرضة الحكومة مجلس الشعب المصري يقر سلسلة حوافز طويلة ضمن قانون جديد للاستثمار وفي النشرة أيضا أسواق النفط العالمية تعول على تمديد اتفاق خفض الانتاج لاستعاب فائد المعروض أهلا بكم العمل غير المهيكل أبرز أسباب الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية في سوق العمل العربية هذه خلاصة ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية بالتعاون مع مركز عصان فارس في الجامعة الأمريكية في بيروت ورشة العمل استعرضت نتائج بحث شارك في إعداده عدد كبير من الأكاديميين وناقشت سبل تنظيم سوق العمل وتعزيز دور النقابات وهيئات المجتمع المدني واقع سوق العمل العربية وحقوق فئات العمل غير المهيكل مواضيع طرحت على طاولة البحث في الجامعة الأمريكية في بيروت البحث انطلق من نتائج دراسة أعدتها شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية تكشف أبرز العناصر التي أدت إلى توسع العمل غير المهيكل في البلدان العربية في أسباب طبعا بنيوية سياسية داخلية إلى علاقة بسياسات الدولة التقشف سياسات الخسخصة أو سياسات خفض الانفاق العام وكل هذه السياسات إلى علاقة بالإصلاح الهيكلي اللي قامت فيه الدول العربية خلال العقود الماضية يعني لخفض العجز المستمر في الموازنات ولكن له أسباب خارجية كمان إلا علاقة بي يعني ضرورة انخيرات هذه الدول في النظام العالمي وبالتالي نظام التجارة والاستثمار اللي عم يعمل ضغط على الإنتاج المحلي وبالتالي لازم يكون في مرونة بسوق العمل سياسات الماكرو اقتصادية في الواقع يضم العمل غير المهيكل جميع العاملين من دون ضمانات أو عقول مستديمة ومن دون حماية هؤلاء محرومون من أبسط حقوقهم بما فيها حق تنظيم نقابي لازم يسمح للناس اللي غير المنظمين غير المهيكلين شكلوا نقاباتهم لازم منظمات المجتمع المدني والنقابات التاريخية ترجع تهتم بهالموضوع أن يكون فيه صوت لتمثيل كل هالناس اللي معهم يحصلوا حقوق شوفوا التجربة التونسية أحسن وضع بالنسبة للتغطية الاجتماعية هو في تونس وجود اتحاد نقابات عمال قوي وثابت ومنفتح لحتى يتعامل مع قضايا العمل غير المهيكل ويوسع أفوقيا للتغطية التأمينات الاجتماعية كان له أثار كبير أنه الوضع في تونس هو الأقل سوءا الوضع في تونس هو الأقل سوءا وفق نتائج التقرير الذي شمل غالبية الدول العربية رغم أن المنطقة العربية بنحو عام تواجه مشكلة حقيقية في توفير البيانات والإحصائيات الأمر الذي يعيق محاولات الرصد واكتشاف مواطن الخلل لإيجاد الحلول المناسبة العمل غير المهيكل أحد أهم الاختلالات في سوق العمل العربية والمطلوب بحسب ورشة العمل هذه تعزيز دور النقابات والمجتمع المدني لتمثيل مصالح فئات العمل غير المهيكل والمطالبة بحقوقها المدنية والاقتصادية الإسار كرم بيروت الميادين أما فيما يتعلق بخصوصية العمل غير المهيكل في فلسطين فأوضح الباحث والخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن الاحتلال الإسرائيلي سلب الفلسطينيين قدرتهم على تأسيس اقتصاد منظم يولد فرص العمل للشباب داعيا إلى تقديم معالجات خاصة إليهم يعني مثل عفاءات الضريبية والحواف الضريبية لازم تنطبق عليهم قبل ما تنطبق على المؤسسات الكبيرة لأنهم في النهاية هم مرايحين الدولة ومرايحين القطاع الخاص من طلب على حاجاتهم وعملهم ثانين ما في جدا أن ندخلهم بمتاهة التسجيل وتعقيد التسجيل الإداري والقانوني ومتطلبات ومعايير لا يعني نسهل الموضوع ونحاول نكون مرينين كثير معهم ثلاثة كمان نعطيهم شوية حوافز استبعدت وكالة فيتش للتصنيف الإيتماني زيادة أنشطة الدمج والاستحواذ بين المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب عوائق هيكلية وذلك على الرغم من ظروف السوق التي تبدو مؤتية لهكذا اتفاقات وكالة التصنيف الإيتماني تحدثت عن ضغوط على الربحية تتعرض لها المصارف في أنحاء المنطقة وشحن في السيولة وخاصة في الدول التي شهدت سحبا من ودائع القطاع العام لتعزيز الموارد المائلية للحكومات على خلفية انخفاض أسعار النفط أعلنت وزارة التجارة المصرية بالتعاون مع وزارة الزراعة إخضاع الصادرات الزراعية الطازجة من الخضروات والفاكهة لإجراءات فحص لضمان متابقتها للمعايير والشروط الدولية وكانت الصادرات الزراعية المصرية قد واجهت مصاعب في الأوانة الأخيرة من بينها إعلان الإمارات الشهر الماضي حذر استيراد الفلفل المصري بأنواعه ويبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية للدول العربية نحو مليون ومائتي ألف طن سنويا وفقا لما قاله رئيس المجلس التصدري للمحاصيل الزراعية المصرية الشهر الماضي أقر مجلس النواب المصري قانونا جديدا للاستثمار بعد اعتراضات من الحكومة على مواد أضافتها اللجنة الاقتصادية في المجلس أبرز بنودي هذا القانون في التقرير التالي لفاطمة روماني أزمة قانون الاستثمار المصري تنتهي بإقرار رص جديدا بعد اعتراضات من الحكومة المصرية على بعض المواد التي أضافتها اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب نهاية الأسبوع المنصرم القانون الجديد يتضمن حوافز عديدة للمستثمرين كتسهيلات ضربية تصل قيمتها إلى نصف التكلفة الاستثمارية للمشروعات المنشأة في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية و30% للمناطق التي لا تحتاج إلى التنمية ومن الحوافز الأخرى في القانون تحمل الدولة للقيمة التي دفعها المستثمر لتوصيل مرافق الخدمات العامة إلى المشروع الاستثماري أو إلى جزء منها كما ينص القانون الجديد على تحمل الدولة جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين ورد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حال بدء الانتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض ومن بنود القانون الجديد أيضا التزام الهيئة العامة للاستثمار ببتي طلب تأسيس الشركات الجديدة خلال يوم عمل كامل على الأكثر وأن يكون لكل منشأة أو شركة رقم قومي موحد معتمد لكل معاملات المستثمر مع شتى الأجهزة والجهات الرسمية ويرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد هو خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على ترخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب لاستثمارات الأجنبية وكان عدد كبير من المستثمرين في انتظار القانون الجديد بفارغ الصبر لمعرفة المناخ الاستثماري في مصر وما فيه من حوافز ولسيما تلك المتعلقة بالتكاليف في بداية المشروع وبالأراضي ويكتسب قانون الاستثمار الجديد زخما استثنائيا مع سعر عملة جاذبا وفي ظل برنامج لإعادة هيكلة الاقتصاد بدأت فيه الحكومة يشمل تحرير سعر الصرف وفرض إجراءات لخفض واردات السلع غير الأساسية وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو دعا مستثمرون يديرون أصولا بأكثر من 15 ألف مليار دولار حكومات على رأس الولايات المتحدة إلى تنفيذ اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي برغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب منه الخطاب الذي نشرته صحيفة اندبندنت البريطانية حذرت فيه أكثر من 200 مؤسسة استثمارية من مقاطر التغير المناخي على الاستثمارات الطويلة الأمد ومن الجهات الموقعة نظام تقاعد الموظفي الحكومة في كاليفورنيا وسنضيق معاشات التقاعد في عدد كبير من الدول الحكومة الألمانية تنشد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم الخروج من اتفاقية باريس لحماية المناخ وعدم المخطرة باتفاق بدأت بعض الدول العمل بموجبه بعدما أعلن ترامب أنه سيحدد موقفه من الاتفاقية خلال أسبوعين وكانت 195 دولة قد توصلت إلى اتفاقية لخفض الإنبعاثات للحد من ظهيرة الاحتباس الحراري التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وذوبان جليد القطبين ترامب رأى أن هذه الظاهرة عبارة عن خرافة وأمر بإزالة كل ما يشير إليها من الموقعين الإلكترونيين لوكالة حماية البيئة والبيت الأبيض ارتفعت صادرات الصين في نيسان أبريل 8% والواردات بنسبة لمست 12% مقارنة بالفترة نفسها قبل عام وسجلت فائدا تجاريا بلغ 38 مليار دولار مقابل أقل من 24 مليار في أذار مارس الماضي وبعد تعثر كبير خلال العام الماضي حين تراجعت الصادرات بنسبة 77 في الألف عادت التجارة الخارجية للصين إلى الانتعاش مع تراجع احتمال اندلاع حرب تجارية مع الولايات المتحدة بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة رحبت الكونفيدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل وهي أكبر نقابة عملية فرنسية بفوز إمانوال ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية لكنها حذرت من أن النسبة التي أحرزتها مرشحة الجبهة الوطنية مارين لوبان لا تزال مرتفعة جدا الكونفيدرالية العملية دعت إلى التظاهر في باريس للاحتجاج على سياسات ماكرون الاقتصادية الليبرالية ودعت الرئيس المنتخب للاستماع إلى كل مباعث القلق التي عبر عنها جزء من الجمهور في الاقتراع من الإحباط والشعور بالظلم وحتى بالتجاهل توقع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن تستعيد أسواق النفط توازنها بعد سنوات من زيادة المعروض ما فقم تقلبات الأسواق وهو بالأسعار إلى أقل من النصف خلال أقل من عام الفالح تحدث عن ارتفاع احتمالات تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي ليمتد إلى العالم الحالي بكامله اتفاق قضته أوبك وعدد من كبار المنتجين العالميين لكبح المعروض العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي كشفت وزارة الطاقة الروسية أن أحد الخيارات التي تبحثها موسكو ومنتجون كبار للنفط في العالم يتمثل في تمديد تخفيضات إنتاج الخام إلى ما بعد نهاية العام الحالي أزير الطاقة الروسية ألكساندر نوفك أكد أن تنديد خفض الإنتاج يجب أن يساعد على تسريع العودة إلى سوق نفطية أكثر توازنا مشيرا إلى أن زيادة الطلب على النفط ستساعد على ارتفاع الأسعار قال مدير التطوير في الشركة الوطنية للنفط الإيراني غلام رضا مونتشهري إن بلاده وقعت 24 مذكرة تفاهم بين شركات محلية وشركات دولية لتوسيع أبار النفط لديها كلام مونتشهري جاء خلال معرض الصناعات النفطية الدولي في تهران حيث أشار إلى توقيع عقود نفطية بقيمة 80 مليار دولار خلال العامين المقبلين وأتحدث عن وضع برنامج واسع للارتقاء بمستوى الإنتاج الإيراني على صعيد منظمة أوبك والعالم مع هذا الخبر نأتي إلى ختام الاقتصادية المفصلة نشكر لكم حسن المتابعة المايدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة